أكد رئيس عبدالفتاح السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنسيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي وخلال استقباله لوزير الخارج الصيني وانجي تسلم رئيس السيسي رسالة تهنئة من نظره الصيني تشي جانبينغ على انتخابه لفترة رئاسية جديدة وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس السيسي وجه شكرا لنظره الصيني منوها إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين والتي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأكد الوزير الصيني حرص الصين على استمرار تدعيم شركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار بشرق الأوسط وتناول اللقاء سبولة عزيزي أطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى التنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق كما شهد اللقاء تبادل رؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع كارثية وكذلك تجنب إتكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي واتفق المسئول الصيني مع الموقف المصري مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنسانية وتم في هذا الإطار استعرضوا ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في تصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بتنفيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهل غزة وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإنفاب المساعدات إلى غزة تساقا مع قرارة مجلس الأمن والأمم المتحدة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانجي عضو المكتب السياسي لللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الخارجية الصينية سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني شين شينبينغ تضمنت التهنئة على أعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط من جانبه وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني منوها إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومؤكدا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنصيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي وفي ذلك السياق تنول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطع غزة حيث أكد السيد رئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني وتم في هذا الإطار الساراد ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحجد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاة ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية